السلام عليكم ورحمة الله ازايكم متابعين الكرام عاملين ايه رب دايما تكونوا بخير فاجعت هز الوسط الفني كله بوفاة ثلاث فنانين في نفس اليوم هنشوف تفاصيلنا اخبارنا بس من فضلكم صلو الاول على رسولنا عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ بالخبر الاول وهو وفاة الفنانة مونة بدر عن عمري ناهز 85 عام هي اسمها الحقيقي ماري النجار من موليد 15 نوفمبر عام 1934 هي من اصول سورية ولكن عاشت وتولدت في القاهرة ديانتها المسيحية اعلن الخبر بتاع وفاتها الموسيقار خليل يحية طبعا وكتب على صفحته وكان متأثر جدا لحسن الناس ما تكونش عارفها او حاجة هي مسرت مع العندليب عبدالحليم حافظ وكتب على صفحته توفت صباح اليوم صديقتي نجمة من الزمن الجميل ماري النجار التي اعترفت في السينما المصرية باسم مونة بدر وقامت ببطولة فيلم فتى احلامي امام العندليب الاصمر عبدالحليم حافظ هي كانت موجودة في امريكا في ولاية شيكاغو هي شركة عبدالحليم بس في الفيلم ده وما عملتش الا دورين كمان كانوا سنويين يعني ما كانتش دور بطولة بعدها سفرت من 35 سنة وهي عايشة في امريكا الخبر التاني مؤسف جدا وهو وفاة فنان كبير ومخرج وابدع ناس ابدع كتير جدا في الكاميرا الخفية ونعاي ناس كتير جدا وهو الفنان رائد لبيب بعد صراع مع مرض السرطان صباح اليوم بعد الصراع مع المرض تدهورت حالته جدا وانتقل الى العناية المركزة في احدى مستشفيات الكاهرة هو كان مصاب بالسرطان هو كان اعلن ده زوجته كانت حزينة جدا وكتبت ظهري انقصر الله يرحمك ويصبرنا على فرائك وكمان الفنان محمد صبحي اللي كان زعلان جدا عليه وقال قلبي وجعني لما سمعت الخبر وفاة صديقي العزيز الذي امتعنا واضحكنا كثيرا في الكاميرا الخفية ارجوكم ادعولوا كلكم بالرحمة وكمان نقابة المهن التمثيلية نزلت ناعي كبير وكتبت فقدنا اليوم مخرج كبير جدا وهو الذي امتعنا في الكاميرا الخفية هو كان ليه كمان عدة مسلسلات ومصرحيات مسلسل حكاية ويزو هو من المخرجين الذي يعني ليهم شأن كبير جدا في السينما والتلفزيون المصري كمان محمد صبحي نجم كيمة وقامة حزن جدا على وفاته كان من اول الموجودين في العزاء والجنازة ونزل ناعي كمان لزوجته ندخل على خبرنا التالي بس من فضلكم لو سمحتم انا وبطلبهاش كتير لو سمحتم دعموني بلايك واشتراك عشان الفيديو يترفع من فضلكم الفنان الجميل رائد لبيب توفى منذ اقل من ساعة الفنان عبدالوهاب خليل انبعتصر الفنان عبدالوهاب خليل توفى عن عمر يناهز واحد او تمانين عام هو من موليد اتناشر مايو عام الف تسعمية واربعين اكتر حاجة كان مشهور فيها وهو مسلسل لن اعيش في جلباب ابي مع الفنان الراحل الجميل نور الشريف لحد الان لم يتم الاعلان خالص عن موعد الجنازة بتاعته ولكن في حالة على السوشيال ميديا كلها بتنعيه وبتفتكره في المسلسل ده كمان نقابة المهن قالت ننعي ببالغ الحزن والاسى وفاة الفنان القدير عبدالوهاب خليل طبعا ربنا يرحمه ويسكنهم جميعا فسيح جناته بشكركم جدا جدا متابعين الكرام على حسن المتابعة يارب دايما ما تشوفوش اي حاجة وحشة في اي عزيز عليكم باذن الله شكرا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته